السلام عليكم متتبيي القناة مرحبا بكم في صفحة الثانية والخمسون من كتاب في رحاب اللغة العربية المستوى الثاني ابتدائي اليوم إن شاء الله مع النص الشعري أستاذتي في هذا النص الشعري أستاذتي ماذا نلاحظ هنا يعني أستاذة في حجرتها مع الثلاميذ وهناك الثلميذ يصافح أستاذته ويحييها والبقية تصفق على هذه التحية إذن سوف نرى ماذا في النص سنقرأه أستاذتي أستاذتي أهدي إليك تحيتي كم تتعبين من أجلنا لنفوز بالدرجات تترقبين نجاحنا مع خالص الدعوات أستاذتي أستاذتي أهدي إليك تحيتي هنا سنعيد قراءة النص مرة ثانية أستاذتي 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 أهدي إليك تحيتي يعني هنا الكاتب يحيي أستاذته ويدي هذه التحية لماذا كم تتعبين من أجلنا فالأستاذته أو الأستاذ يتعباني من أجل الثلاميذ لنفوز بالدرجات حتى يكون مستقبل الثلاميذ في أحسن الأحوال تترقبين نجاحنا يعني كل أستاذة أو أستاذ تترقب نجاح تلاميذتها في حياتهم اليومية وفي مستقبلهم مع خالص الدعوات يعني وكأنهم أبناؤها فتدعي لهم بالنجاح والرقي والإزدهار في المستقبل أستاذتي أستاذتي أهدي إليك تحيتي سوف نعيد قراءة النص قراءة ثالثة أستاذتي أستاذتي أهدي إليك تحيتي كم تتعبين من أجلنا لنفوز بالدرجات تترقبين نجاحنا مع خالص الدعوات أستاذتي أستاذتي أهدي إليك تحيتي الآن نمر إلى أبحث في النص عن كلمة التي تناسب الشرح إذن هنا لدينا الشرح ونحن نبحث عن الكلمة التي شرحها يفيد هذا المكتوب إذن ما هي الكلمة التي شرحها يصيبك عياء ومشقة إذن ما هي الكلمة التي تفيد هذا الشرح فهي تتعبين كم تتعبين من أجلنا تتعبين إذن تتعبين يصيبك عياء ومشقة إذن عندما يعمل الإنسان فيصيبه العياء بذلك العمل لدينا كذلك شرح تنتظرين بشوق تنتظرين بشوق إذن الكلمة التي شرحها تنتظرين بشوق هنا تترقبين نجاحنا إذن تترقبين تتترقبين أي تنتظرين بشوق النجاح الذي سيحالف التلميذ نمر إلى أفهم من يخاطب الأستاذة ثم يخاطب الأستاذة أحد التلاميذ تقوم الأستاذة بثلاثة أعمال لنجاح تلاميذها إذن معي الأعمال التي تقوم بها الأستاذة الأعمال التي تقوم بها بها الأستاذة لنجاح تلاميذها تلاميذها أنها تتعب وتترقب وتترقب نجاحهم وتتعب من أجلهم وتدعو لهم هذه الأعمال التي تقوم بها أستاذة فهي تتعب من أجلهم وتترقب نجاحهم وتدعو لهم أي شيء أهداه التلميذ لأستاذته إذن الشيء الذي أهداه التلميذ لأستاذته هو التحية التحية الآن أفكر تترقب الأستاذة عملك وتفوقك كيف تحقق أو تحققين ذلك لأن تترقب الأستاذة عملي وتفوقي أحقق ذلك بالجد والإجتهاد والإجتهاد على الدوام تترقب الأستاذة عملي وتفوقي وحقق ذلك بالجد والإجتهاد في دراستي على الدوام هنا أتذوق أقرأ البيت الذي يدل على التعب إذن البيت الذي يدل على التعب هو كم تتعبين من أجلنا لنفوز بالدرجات كم تتعبين من أجلنا لنفوز بالدرجات بالنسبة للإيقاع أحدد الأزاء التي تنتهي بقافية متشابهة إذن هنا لدينا تحية تحية إذن لدينا هنا قافيتان متشابهتان تحية تحية ثم لدينا بالدرجات وكذلك الدعوات إذن لدينا بالدرجات ثم الدعوات ثم تحية 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 شكرا